مرحبا يا حلوين اهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي بالفيديو اللي هم حابت احكي لكم عن عطور زهور مناصبة لفصل الرباب والصف طبعا انا عامل فيديو من سنة تقريبا عن عطور الزهور والورود بس كان في شغلات بتنفع لأكتر من فصل مش بس للرباب والصف رحو حط لكم لينك هداك الفيديو بالدسكريبشن بوكس اذا انتو حابين تحضروه وكمان لو سمحتوا ما تنسوا تعملوا لايك حتى يصل فيديو لأكبر عدد ممكن من الناس ويلا نبلش اول عطور رح احكي عنه لليوم هو كوتش دريمز كرتونة العطور هاي عليها جليتر باللون الزهري ماء اللغة رشاش جاي بشكل وردة هذا العطور نزل بسنة 2020 تصنيف الريحة بالنسبة لأيلي فلورا البودي واكتر ريحة مبين فيه هي ريحة الجاردينيا بالاضافة للاخشب وصراحة اتفاجأت انه فيه فواكع انا حبيته وحست ريحته مش كتير مكررة ثباته لحد اربع ساعات ممكن ينفع لبنت مراهقة ولكن بحس في عطور احلى من هاد للاعمار الاصغر نوت اللي فيه هي الفواكع الانجاس والبرتقال المر بالاضافة لزهرة الصبار اكيد طبعا القاردينيا قاعدت العطور فيها اخشاب وامبروكسان عطور جدا لطيف وريحته فخمة ونعمة اما تاني عطور فهو بيربري هير بلوسم اودو تواليت هاد نزل بسنة 2019 تصنيف الريحة فلوريل فرش سيترسي شوي برأي فيه تشابه كبير بينه بين عطور ماي بيربري بلاش ولكن هاد فيه الهنت السبايسي اخاف من ماي بيربري وبيجي فلوريل اكتر ريحته هادية وما بيجي كتير سويت عطور كلاسيكي نوعا ما حسيت انه فيب الريحة تعمه مكرر بالنسبة لأيلي مش كتير مميز ولكنه عطور نعم ريحته فرش ونظافة ثباته لحت 3 ساعات بالنسبة لأيلي يعني ما بيضل فترة طويلة نوعا ما نوت اللي فيه هي الفلفل الزهري الماندارين بالاضافة للفوانية وازهار الخوخ كمان فيه خشب الصندل والمسك اما الثالث عطور فهو مايوي من جورجو ارماني واللي نزل بسنة 2020 هاد من الروائح اللي انا كتير بحبها صراحة تصنيفه هو فلوريل سويت هاد برأي من اكتر الروائح لفلوريل المميزة بيشبه فيب عطور لانتردي من جيفانشي عطور ناعم ما بيجي كتير سويت يعني بحس انه حتى الناس اللي ما بتحب العطور السويت ممكن يعجبها هاد العطور ثبات العطور كتير منيح يعني بيضل طول اليوم تقريبا ورحته واضحة يعني مش كتير خفيف النوت اللي فيه هي البرتقال المر البرغاموت التوبيروز كمان فيه اليسمين الهندي الفانيلا مسك الابيض والارز ننصحكم تشموه حتى لو ما بدكم تشتروا بس جربوا الريحة وكمان رح ححكي عن لوكسيتان فلوريس دي سيريزيير او دو تويلت اللي هو عطور زهور الكرز يعني هاد نزل بسنة 2007 يعني العطور اللي 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 ها فترة طويلة نوعا ما تصنيف هاد العطور هو فلوريل فروتي وودي فرش يعتبر من العطور اللي ريحتها نضافة ما بيشبه اي عطور من يلي استخدمتهم ريحة ازهار الكرز اللي فيه مميزة حسيتها من الروائح اللي بتيجي شوي غريبة يعني مع انو فلوريل بس هنت العنبر والخشب اللي فيه واضحة كمان فيه كرز ريحتو مش كتير طاغية ومع انو تركيز قدو تويلت الا انو بضل فترة منيحة يعني لحد ست ساعات تقريبا ناص اللي فيه هي الكرز الكشمش الاسود كمان فيه الفريزة بالاضافة للليمون زهرة الكرز وزنبق الوادي اكيد فيه العنبر وخشب الوادي البرازيلي والمسك حبيت احكي لكم عن عطر اخدته كعينة من لوكسيتان وكتير حبيته واسمه هو نيرولي اند اوركيد او دو تويلت صراحات حبيت ريحتو اكتر من عطر ازهار الكرز ريحت زهرة البرتقال اللي فيه جدا حلوة والمكس رهيب مع الاوركيد هاد دازل بسنة 2014 تصنيف الريحة فلوريال سيترسي فرش ريحتو كتير مناشة صراحة بتحسوها من الروائح اللي بتعطي برودة هل اغير الشكل العل بتاعته غير عن الصورة الموجودة بالعينة فيه هند فانيلا ولكن ما بتحسوها دافية بالعكس مناشة نطس اللي فيه هي الليمون النيرولي واللي هو زهر البرتقال المر بالاضافة للاركيد والفانيلا انا جربت نسخة الانتنس بس حبيت هاد اكتر ونيجي هلالعطر من ستيور بلومينج بوكي هاد عدلو عليه قبل كم شهر ولكن الريحة ابدا ما تغيرت يعني انا جربت الجديد ونسخة الاولى وما حستت في اي اختلاف بالريحة اذا بدكم ريحة كوبي ولكن بسعر ارخص بنصحكم تجربوا نوت بوكي من زارة ثباتوا كمان منيح زي ديور الاثنين بيضلوا لحد اربع ساعات تقريبا هاد العطر من الروائح اللي كتير نعمة رحتو فلوريا الفرش رحت الفوانيا اللي بهاد العطر جدا حلوة فيه هند ورد جوري ولكن ما بتحسو الريحة طاغية اذا بتحبو الروائح الفماني النعمة اللي بتيجي كلاسي اتوقع انه هاي الريحة تعجبكم نوت اللي فيه هي الفوانيا الورد دمشقي وكمان المسك الابيض اما العطر اللي بعده فهو روس جولديا بلوسم ديلايت ودو تواليت من بولغري هاد العطر نزل بسنة 2022 تصنيف الريحة فلوريل فرش سيترسي شوي وودي جدا زكني بعطر كلوي وبراتي كريستل من فرزاتشي من ناحية النعومة وفايب الريحة فيه ريحة غريب فروت واضحة لحد كبير بالاضافة للورد والفوانيا اتوقع انه الناس اللي بيحبوا عطر الورد الفلوريل اللي خفيفة يعجبهم هذا العطر هدول اكتر شغلات انا شميتهم ثبات هاد العطر من 5-6 ساعت تقريبا نوت اللي بالعطر هي الغريب فروت زنبق الوادي بالاضافة للورد والفوانيا كمان فيه خشب الارز والمسك الابيض حبيت احكي عن عطر مونجيرلان فلوريل للشعر وعادي ممكن تستخدموه كعطر عادي هاد نزلوه بسنة 2021 تصنوفه هو فلوريل لافندر وشوي باودري وفانيلا هو نفس نوت عطر مونجيرلان فلوريل ولكن عطر الشعر بيكون سعره ارخص ريحته جدا حلوه بتعطي انتعاش واحساس فرش ريحت هاد العطر بتظل حد 6 ساعت تقريبا نوت اللي فيه هي الياسمين اللافندر الفوانيا بالاضافة للفانيلا ابن ماني هاد الفيديو حابي اسألكم شو هو عطر الازهار المفضل بالنسبة للكم وبس هك بيكون خلاص فيديو اليوم بتمنى يكون اعجبكم واذا عجبكم اكيد ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي شوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة